اسمحوا لي هنا ان انا السيدات والسادة ان انا اوجه كل الشكر والتقدير لفخمت الرئيس على تنظيمه لهذا المؤتمر وايضا على صدقته ودعمه لمصر وده امر مش غريب على فرنسا الحقيقة بشكرك فخمت الرئيس وكان لابد ان انا اشكرك على ده شكرا جزيلا الحقيقة انا يعني مدخلتي هتبقى مختلفة شوي وارجو ان انتم تسمحوا لي ان انا اتكلم بالطريقة دي انا كنت موجود في باريس في قمة المنافى 2015 وفي الوقت ده طرح وانا وانا بتكلم كده لا اقصد ابدا يعني الاساءة او التقرية لا انا بس عايز اقول احنا خلال اليومين دول وقبل كده وانا هقول ده في 2015 كان في قوة دفع كبيرة جدا هنا في باريس لمؤتمر المناخ ويعني وساعتها قدر وخصص مئة مليار دولار من جانب الدول المتقدمة لصالح يعني مساهمة منها فيه على ان ده سيتم تكراره سنويا لصالح المناخ وده كان امر جاي جدا وانا كل اللي حسأله يا طرح لو احنا كنا نفذنا المئة مليار دولار لمدة السبع سنين لمواجهة تغير المناخ النتائج في هذا الامر بالمناسبة انتم قادة فكرة وقادة رأي وفهم كبير اتصور ان الفرق كبير جدا بين الخطة وبين تنفيذها لان ساعات رغم كل العلم اللي احنا وصلنا له كبشر انما عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون اكتر وقد تكون اقل شوي لكن ده ما حصلش ساعتها انا توليت رئاسة الاتحاد الافريقى لمدة عامين وحضرت مؤتمرات وكل زملائي القادة الافريقى كانوا جايما معاي رحنا اليابان رحنا الصين رحنا الهند رحنا روسيا رحنا انجلترا رحنا الهند من اجل التعاون الاقتصادي بين القارة بظروفها الصعبة وبين الدول المتقدمة والصناعية الكبيرة ودايما كنا بنتكلم وكان كل زملائنا سواء من يعني زملائنا في القارة الشقائي او من جانب الدولة المضيفة كان بيبقى فيه كلام مهم جدا وفيه استعداد كبير للتعاون الحقيقة النتائج اللي تحققت خلال المدة دي حتى الان واتصور انا مش بتكلم باسم القارة دلوقتي انا بتكلم فيما ان احنا عاديين في محفل مهمة اوي من ارضا وبنسجل كلام مهم لنا كلنا وانا اقول ده في 2015 كان فيه قوة دفع كبيرة جدا هنا في باريس لمؤتمر المناخ ويعني وساعتها قدر وخصص مئة مليار دولار من جانب الدول المتقدمة لصالح يعني مساهمة منها فيه على ان ده سيتم تكراره سنويا لصالح المناخ وده كان امر جيد جدا وانا كل اللي حسأله يا طرى لو احنا كنا نفذنا المئة مليار دولار لمدة السبع سنين لمواجهة تغير المناخ النتائج في هذا الامر بالمناسبة انتم قادة فكر وقادة رأي وفاهم كبير اتصور ان الفرق كبير جدا بين الخطة وبين تنفيذها لان ساعات رغم كل العلم اللي احنا وصلنا له كبشر انما عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون اكتر وقد تكون اقل شوي لكن ده ما حصلش ساعتها انا توليت رئاسة الاتحال الافريقي لمدة عامين وحضرت مؤتمرات وكل زملائي القادة الافريقية كانوا جايما معي رحنا اليابان رحنا الصين رحنا الهند رحنا روسيا رحنا انجلترا رحنا الهند من اجل يعني التعاون الاقتصادي بين القارة بظروفها الصعبة وبين الدول المتقدمة والصناعية الكبيرة ودايما كنا بنتكلم وكان كل زملائنا سواء من يعني زملائنا في القارة الشقائي او من جانب الدولة المضيفة كان بيبقى فيه كلام مهم جدا وفيه استعداد كبير للتعاون الحقيقة النتائج اللي تحققت خلال المدة دي حتى الان واتصور انا مش بتكلم باسم القارة دلوقتي انا بتكلم فيما ان احنا عاديين في محفل مهمة اوي النهاردة وبنسجل كلام مهم لنا كلنا وانا هقول ان فيه جزئين جزء صحيح مرتبط بالدول الغنية والمتقدمة ولكن ايضا هكون امين واقول ان فيه جزء مرتبط بنا احنا ان احنا كمان نبقى مستعدين نتحرك بفعالية وبافكار تحقق لنا النفاذ لتحقيق اهدفنا وانا عشان نقطة دي اشاور عليها واوضحها كويس حقول ان احنا في مثلا في كاب تونتي سيفن اطلقنا منصة لاسمها نوفي خدنا من الاي اي بي اردي من المانيا ومن الولايات المتحدة ومن الدنمارك تمويل لعشرة جيجا يمكننا ان احنا فيه الفين تلاتين يبقى عندنا اتنين واربعين في المية من خليط الطاقة اذا العمل مش عمل فقط من جانب ان احنا نلقي اللوم على اصدقائنا الدول المتقدمة واحنا كدول اخرى ما يبقاش عندنا الافكار اللي نحاول نخترق بيها ونحل بيها المسائل وبعد كده نقول اللي احنا بنقوله دلوقتي نرجع تاني ده اللي احنا ده اللي حصل ونفس الكلام وانا بقول هنا بوجه شك للرعيش للمستشار شولتس نفس الكلام احنا لما جئنا نخش ببرنامج اللي عمل اكبر مشروع للقطار الكهربائي في اطار التنمية المستدامة وفي اطار ايضا تعاومل المناخ مجابة تعاومل المناخ من خلال استخدام نظم نقلة حديثة تبقى بعيدة جدا عن التلاوث وتأثيراته كان فيه دعم قدم لنا ولما اصدنا ان مخاطر الاقتمان يتم تمويلها من جانب المانيا حصل ده حصل هذا الامر وتم تمويل مخاطر الاقتمان للقرد ده القرد ضخم برقم كبير وده تحقق انا عايز اقول في النقطة دية لزمائلنا اللي بيسمعونا وليكو كلكو ان الشراكة التعاون هو عمل متحرك بين الكل بين الدول المتقدمة والدول اللي هي النامية واللي بتسعى للمو وتقدم طيب النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها ايه هل التحدي والخطر واضح لنا كلنا اتصور واضح جدا مش محتاج واحنا شفنا ان لما كان فيه مخاطر للكوفيد العالم تحرك ازاي لمجابيته وحتى لما حصل مخاطر للحرب الروسية الاوكرانية شفنا ايضا ازاي التحرك والاجراءات تم تنفيذها بفعالية وبحسم اذا الخطر واضح والارادة تتحول لاجراءات تمكننا من احنا نتحرك بفعالية انا احاولكم على تجربتي في مصر وباختصار شديد كان دايما في دولنا اللي هي دول الدول النامية يعني يبقى فيه وعود كثيرة جدا من جانب القادة للشعوب يقولوا في الانتخابات انا هعمل لك وحعمل لك وحعمل لك وحعمل لك وحيعمل له كل حاجة حيب انا لما جيت في الحملة ما قلتش كده خالص قلتنا ما عنديش حاجة اقدر اويتك بيها غير العمل والعمل والعمل والصبر ولم اطلق ابدا مشروع الا عند افتتاحه اذا مش عايزين نقول وعود ونتحرك يتبقى او ينفذ من هذا الوعد نسبة بسيطة جدا جدا قياسا بحجم الوعد اخر كلمة هقولها فخامة الرئيس الريادة مسئولية الريادة مسئولية لما تكون دول متقدمة وغنية وعندها التكنولوجيا وعندها المعرفة بيبقى عليها مسئولية تجاه الاخرين الذين لا يمتلكوا ذلك وهنا ده مسئولية قد تكون اخلاقية وقد تكون مسئولية سياسية يبقى نقطة في الموضوع دوت عندما تحدثنا عن المائة مليار دولار في الوقت دوت تقدمت باقتراح كرئيس للاتحاد الافريقي وقلت لهم احنا بنعرض عليكم ان البنية الاساسية القرية البنية الاساسية القرية الافريقي حتحول وتغير وجه القار والكلام ده انبارح احنا كلمنا فيه سد انجا وحاجات اخرى كثيرة ان النهاردة لو المائة مليار تم دخهم في صورة انا بكلم النسبة المخصصة للقارة الافريقية على سبيل المثال تم دخهم كل دولة كانت مخصصة انها حتدفع رقم المانيا كانت حتدفع رقم فرنسا كانت حتدفع رقم الصين كانت حتدفع رقم انا قلت ان الرقم ده لا يعطى منحة مطلقة ولكن حتى بقميمة انهما كان التزام في الوقت دوت بالمائة مليار دولار قلت لا تعالوا خشوا وخلوا الشركات المانيا هتعمل هتحط خمسة مليار في افريقيا خلي الشركات الالمانية تعمل بالخمسة مليار في مشروعات لخدمة البنية الاساسية القرية فرنسا هتشتغل او هتقدم اربعة مليار خمسة مليار اي رقم تاني تقوم الشركات الفرنسية بالعمل وتمول هذا الرقم الجزء المخصص والخصصته الحكومة الفرنسية وكلام ده انطبق على الصين وعلى كل الدول المتقدمة صدقوني انتو احنا بنتكلم كتير على حوال الانسان وانا معاكم ده بس انا عايز اقولكم ان خلال العشر سنين اللي فاتوا اللي تم رصده حقيقة وغير في الهجرة غير الشرعية من افريقيا الى اوروبا يقترب من الفين و سو مئة انسان وانسانة وطفلي يمكن كل سنة اكتر من سبع وعشرين الف ده اللي احنا شفناها او ده اللي تم رصده طب الباقي ايه اذا لم يجد الناس في افريقيا الامل وفرصة للحياة هيتحركوا في اتجاه اللي عندهم الامل وعندهم الفرصة هنا في اوروبا وهيز اقولكم في مصر للي ما اعرفش لدينا تسعة مليون ضيف تسعة مليون ضيف لان اقتل عليكم انا بشكركم وبشكر رئيس ماكرون ودايما دولة فرنسا يبقى لها اسهام كبير جدا جدا في هذه الموضوعات المهمة بشكرك فخامة الرئيس وبشكركم جميعا وارجو ان اكون قد قتلت عليكم او ازعجتكم شكرا جزيلا